عندما خرج اللبنانيون للاحتجاج منذ نحو أسبوعين ساد شعار كل يعني كل وكانوا يقصدون بذلك رحيل كل النخبة السياسية بلا استثناء وبعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عاد المحتاجون للتذكير بشعارهم الذي يهدف لرحيل البقية بمن فيهم الرئيس ميشيل عون فهل يرحى العون وباقي الوجوه السياسية عن الساحة اللبنانية أم يكتفى برحيل الحريري وحكومته وتستمر البنية السياسية اللبنانية كما هي نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا أرحب بعضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر كما أرحب بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي مراد دكتور وليد الأشقر إذن هناك رغبة من المتظاهرين والمعتصمين كما كان الشعار في الأول كلهم يعني كلهم الآن المشهد اكتفى باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري لماذا لم تسمع لغاية اللحظة كلمة المتظاهرين شعار كلهم يعني كلهم لازم يكون شعار كلهم يعني كلهم أمام القضاء بأي معنى؟ بمعنى أنه يجب محاسبة الكل ومساءلة الجميع أمام القضاء البريء يبرأ والمذنب يحمل مسؤولية ما قام به هذا الشعار بحاجة إلى توضيح صغير بما خص موضوع إسقاط النظام وعدم الاكتفاء باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تركيبة النظام اللبناني مختلفة عن أي نظام آخر في العالم بالتركيبة اللبنانية هناك مجلس نواب ينتخب رئيس الجمهورية ويعطي ثقة للحكومة ولرئيس الحكومة وبالتالي لا يمكن بحالتنا الحالية إسقاط رئيس الجمهورية في الشارع هذا من المستحيلات نحن نقول نحن مع مطالب الشارع ولكن هذه المطالب عليها أن تكون واضحة للتمكن من تحقيقها ونحن جاهزون للقاء أي مجموعة يعني رئيس الجمهورية هو جاهز للقاء أي مجموعة للنقاش في أي مطالب محقة في هذا المجال ما رأيك سيد علي؟ يعني قال لك سيد الأشقر من المستحيل إسقاط رئيس الجمهورية عن طريق الشارع على رغم أن الشارع يطالب بإسقاط كل هذا النظام والتظاهرات كانت عابرة للطائفية لماذا التمسك بهذا النظام الطائفي في حالات كهذه؟ نعم تحية لك وللصديق وليد الأشقر وللمشاهدين الكرام يعني أعتقد أن موضوع إسقاط رئيس الجمهورية هو مرتبط في يعني الرفض الذي عبر عنه وليد الأشقر هو مرتبط بموقف تاريخي نجده في لبنان يتحدث عن الخطوط الحمر ولكن منطق الخطوط الحمر أنا برأيي يجب أن يتغير بعد 17-20 ويبدو أن التيار الوطني الحر لازال في حالة إنكار حول أهمية هذا الموضوع اليوم الخط الأحمر الوحيد هو الشعب الذي أعاد في لحظة تأسيسية في 17-20 تشكيل الاجتماع السياسي في لبنان وبهذا المعنى شعار كلهم يعني كلهم ليس فقط بالمعنى القضائي كما ذكر الأستاذ الأشقر الكلهم يعني كلهم بالمعنى السياسي نحن أمام طبقة سياسية وسلطة سياسية بالتضامن مسؤولة منذ العام 2005 عبل فرد ما يسمى بحكومات الوحدة الوطنية التي تشبه كل شيء إلا الوحدة الوطنية هي كونفدرلية أحزاب وطواقف نحن أمام تسوية رئاسية في العام 2016 كان عنوانها تحييد لبنان عن صراعات المنطقة والعودة لإعادة بناء الدولة وترميم ما يمكن ترميمه من الوضع الاقتصادي كانت النتيجة إمعان في الفساد وإمعان في الفساد بالمعنى المالي وفي الفساد بالمعنى السياسي نحن اليوم حكومة تجمع كل التناقضات نحن أمام نظام سياسي معطل على المستوى الديمقراطي من خلال عملية وضع كل القوى السياسية الموجودة في البرلمان موجودة هي في الحكومة ما يعطل فكرة الأغلبية والأقلية في هذا الإطار شعار كلهم يعني كلهم هو عملية تكثيف سياسي لرفض ليس الحكومة لأن ما نعيشه في لبنان ليس أزمة حكومة هو أزمة حكم أزمة حكم بالمعنى السياسي وأزمة حكم بالمعنى الإدارة المالية والاقتصادية والخيارات الاقتصادية للبلد القضاء يقوم بدوره ولكن نحن نعرف أيضا أن القضاء بحد ذاته تعرض للتهشيم في السنوات الأخيرة ولسيما في السنتين الأخيرتين إذن شعار كلهم يعني كلهم هو راهن وهو يأخذ كل مشروعيته من الشارع من 17-20 حتى يومنا هذا ما رأيك سيد وليد الأشقر خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار مطالب المتظاهرين بتجاوز المحاصصة الطائفية المعتمدة في لبنان منذ 30 عاما يعني رأينا هذه الشعارات والهتفات بإسقاط هذا النظام الطائفي المعتمد في لبنان لماذا يتوقف الأمر عند عقدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وينتهي عند استقالة رئيس الوزراء بداية توضيح لبعض النقاط التي سبق وتفضلت بها مع الزميل المراد بداية حكومات الوحدة الوطنية نحن ضد مبدأ حكومات الوحدة الوطنية خصوصا ما بعد اتفاق الذي جرى منذ حوالي سنة ونصف والتي على أساسه أجريت الانتخابات النيابية الأخيرة وفقا للنظام النسبي عندما يكون هناك نظام نسبي انتخابي لا يمكن لنا أن نكون نجري الانتخابات النيابية على أساس النظام النسبي ونكون في المقابل أمام حكومة الوحدة الوطنية كنا نفضل أن تكون هناك حكومة أكثرية مقابل فريق آخر في المعارضة يتابع ويراقب عمل الحكومة لسوء الحظ لأننا في تركيبة معقدة في لبنان تركيبة طائفية لم نصل إلى هذا الهدف الذي نطمح إليه أما بالنسبة لمبدأ التمسك بالنظام الطائف الذي سبق وأشرت إليه نحن لا نتبسك بالنظام الطائفي بالمطلق نحن حزب علماني وندعو إلى قيام الدولة العلمانية المدنية في لبنان إنما التركيبة الحالية فرضت علينا أن نكون جزءا من التركيبة الطائفية في هذا البلد وفرضت بما أن رئيس الجمهورية هو مسيح ماروني والعماد عون هو مسيح ماروني طبقت عليه هذه المواصفات إنما نحن كتيار وطني حر أبعد ما نكون عن الخطاب الطائفي ولا نتبسك بالطائفية بالمطلق ولكن تقول بأن حزبكم حزب علماني يدعو إلى دولة مدنية ولكن في النهاية هذا لم يمنع من التحالف مع حزب أيديولوجي كما يقول المراقبون فقد دعنا نتوقف سيد وليد الشقير أدعوك وأدعو الدكتور علي مراد للتوقف عند هذا التقرير حيث تلقي ضبابية المشهد الحالي في لبنان بثقل على الوضع الاقتصادي لبناني المتعثر فالمخاوف كبيرة من أن تسوء الأحوال الاقتصادية أكثر لبلد ينوء بأحد أكبر الدون الأجنبية في العالم نتابع استكانوا زمنا حتى ظن بهم الرغد لكن اللبنانيين اندفعوا إلى الشارع بعد أن بلغت أحوالهم المعيشية من السوء ما بلغت فأخذت سرخاته من المشهد السياسي نحو منعطف جديد حكومة تصريف أعمال ولا شيء في حكم اليقين بشأن الحكومة القادمة ضبابية ستنسحب تداعيتها على الوضع الاقتصادي المنهك بالأساس في البلد في حججها تقول جمعية مصارف لبنان إن البنوك مغلقة بسبب بواعث القلق المرتبطة بالسلامة على أن يعاد فتحها فور استقرار الوضع لكن الحقيقة غير عصية على الإدراك عند اللبنانيين فالمصارف توظف سيولتها بالدولار لدى مصرف لبنان ومصرف لبنان لديه كمية محدودة من الدولارات في احتياطاته بالأساس ويبدو أن الاثنين المصارف ومصرف لبنان سيقعان في مأزق في حال حصول تهافت من الزبائن على تحويل الودائع وسحبها مما سيخلق طلبا غير اعتيادي على الدولار قد يؤدي إلى شح سيولة المصارف وتسجيل انهيار جديد للاقتصاد فبقي يقفل الأبواب أمام الموضعين الخيار الأنسب للمصارف وفي الحقائق الكامنة خلف الارتباك المالي في البلد لا يمتلك لبنان ثروات هائلة لمساعدته في دعم عملته المحلية بالدولار بل يعتمد على تدفقات ضخمة من الجاليات اللبنانية الكبيرة في الخارج لملء خزائن بنوكه لكن تلك التدفقات في تباطئ خلال الفترة الأخيرة في المخاوف الملحة الأزمة السياسية والمصرفية التي يعيشها البلد تفرض ضغطا متناميا على ربط عملته المحلية بالدولار وفي حالة لبنان المنهك اقتصاديا هذا الأمر يعني مأزقا كبيرا بل كبيرا جدا من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يحتل البلد المرتبة الثالثة عالميا بحسب صندوق النقد الدولي وهذه نسبة تبلغ أكثر من 150% وستقفز أكثر حتما في حالة خفض قيمة العملة مما سيكبر بدرجة أكبر قدرة بيروت على سداد ديونها هذا حال لبنان وهو ليس بحال جديد بل هي سنوات فساد تراكمت وانفجرت حراكا في الشارع لا يقبل أقل من رحل كل المفسدين نعود مرة أخرى إلى عضو المجلس السياسي في التيارة الوطنية الحر وليد الأشقر والباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي مراد دكتور علي مراد في ظل هذا الواقع الاقتصادي المرير الذي ينتظر لبنان ويعيشه لبنان حاليا هل النخبة السياسية الحاكمة حاليا في حال يعني ظلت موجودة قادرة على حل هذا الوضع نعم سيدتي فلنكن واضحين لا أحد ينكر حتى المتظاهرين أنفسهم أن الأحزاب الموجودة في السلطة لديها تمثيل شعبي وازن لا يمكن لأحد أنكاره حتى وإن تعرض لبعض النكسات الشعبية بفعل التظاهرات والأداء السياسي العاصف في السنوات الأخيرة هذا الموضوع قائم وبالتالي عند الحديث عن البحث والحاجة إلى نوع من الصدمة في الطبق السياسي أو في السلطة الحاكم هذا الموضوع يرتبط أيضا بعدم قدرة هذه الحكومة قبل استقالة الرئيس سعد الحريري على القيام بمهامها فلنفترض أن التظاهرات كانت قد توقفت هل فريق العمل الحالي الموجود في الحكومة المستقيلة كان بإمكانه إدارة البلد الصراعات داخل البيت الواحد في التيار الوطني الحر الخلافات بين التباينات الطفيفة ولكن المحسوسة بين حزب الله وحركة أمل حتى تيار المستقبل لديه أراء مختلفة إذن نحن أمام حالة من الأزمة تعيش هذه السلطة ليست فقط شارع يواجه سلطة أيضا هناك السلطة مأزومة بحد ذاتها هذه أولا ثانيا الأزمة الاقتصادية هي نتاج تراكمات سياسية وخيارات اقتصادية خاطئة عمرها منذ عقود في لبنان وبالتالي لا يمكن لأحد اليوم أن يحاول أن يرمي كرة الأزمة الاقتصادية في وجه المتظاهرين أنفسهم ولكن إذا سمحت لي أريد أن أعلق على فكرتين قالهم السيد الأشقر أولا صحيح باختصار سريعا التيار الوطني الحر هو تيار يعلن أنه علماني ونحن كان لدينا مشاركات نضالية سابقا في هذا المجال ولكن وصل الخطاب الطائفي والتحريد الطائفي إلى حالات سوريالية كما أن يعلن نائب جزين ماريو باسيل ماريو عاون يعلن ويقول بكل بساطة لماذا الحرائق تصبح في المناطق المسيحية هذا الخطاب يتناقض بشكل صارخ مع الخطاب والخيارات السياسية التي يقول السيد الأشقر الموضوع مرتبط بالأداء وليس بالمواقف المبدئية ما رأيك سيد وليد الأشقر في ظل ما قاله السيد علي مراد وأيضا كيف للطبقة السياسية الحاكمة الآن أن تواجه الوضع الاقتصادي وتحل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان بالطبع ما قاله أوافق جزءا من كلامه هناك صراعات داخلية داخل الحكومة الحالية وهذا ما أدى إلى استقالة الحكومة لو كانت الحكومة متجانسة وتشكل فريق أكثرية كما كنا ندعو إليه لما وصلنا إلى هذه الحال وكنا تساعدنا كفريق أكثر على طرح عدد كبير من الإصلاحات التي تعرضت إلى الرفض من قبل شركائنا على طاولة مجلس الوزراء أما من ناحية أخرى أود أن أؤكد أن الخطاب الطائفي الذي يتهم فيه التيار الوطني الحر هذا الكلام ليس دقيقا جدا إذ أن الواقع الحالي في البلاد هو واقع طائفي صحيح إنما بما أننا نحن كتيار وطني حر نتعامل مع الأمور بواقعية نتعاطى مع أي ملف من واقع أن الأمور تتعاطى فيها كل أجهزة الدولة من منطق طائفي وللأسف إنما نحن نسعى جاهدين إلى الخروج من الشعارات الطائفية الكبيرة إلا أن الواقع الحالي يكون سدا منيعا في وجهنا أشكرك وليد الأشقر وشكر أيضا للدكتور علي مراد من بيروت شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر